بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نحاول خلال هذه الحصة إكمال المحاضرة الثانية في الدرس الثاني لعنوانه Energy Transfer and General Energy Analysis قبل ما نبدأ هذه الحصة فقط أود الإجابة عن السؤال المطروح في الحصة الماضية هل النجول من الوحدات الأساسية أو الوحدات المشتقة؟ يعني من Based Units أو Derivated Units فإذا كان من Derivated Units كم يساوي بحساب الوحدات الأساسية؟ قلنا إن الجول من الإجابة هنا قلنا إن الجول من الوحدات المشتقة وحسب ما شفنا في المحاضرة الماضية جول أو واحد جول يساوي كيلوغرام في متر مربع على سكند أو ثانية مربع هذه الحصة نبدأ بدراسة كينالك انرجي وما يعبر عنه باستعمال الحرفين K&A فاللاحظ هنا كينالك انرجي باستعمال هذه المعادلة تساوي نصف الكتلة في السرعة مربع قبل ما نروح للمعادلة نرجع هنا لتعريف كينالك انرجي يعني هي الطاقة الناجمة عن تحرك الجسم يعني هي هو القوة اللازمة أو الشغل اللازم لتسريع الجسم معين إلى سرعته الحالية فلو having gained this energy لو ربحنا هذه الطاقة خلال التسارع the body maintains this kinetic energy الجسم يتمسك أو يمسك هذه الطاقة الحركية بدون تغير حالتها فإذا تعريف الكينالك انرجي زي ما قلنا تكتب بداية باستعمال two capital letter K&A وتساوي نصف الكتلة في التسارع تربيع بالطبع بما أنها طاقة فهي وحدتها الأساسية هو الجول الوحدة الأساسية حقة الماس هي الكيلو جرام الوحدة الأساسية حقة السرعة هي متر على سكند لكن هنا ما ننسى هنا تربيع فراح نضيف هنا تربيع تربيع فتصبح هنا جول تساوي كيلو جرام في متر مربع على سكند مربع وهذا تم طرح أو الإشارة إليه في الحصة الماضية لما تم تعريف potential energy هنا للإشارة أنه في تعريف آخر وهو تعريف specific energy أو الطاقة المختصة أو خاصية الطاقة specific energy عادة لو نلقى أي تعريف أو براماتر أو خاصية من الخواص تسبقها كلمة specific فهي تكون إيش؟ تكون هذه الخاصية اللي موجودة بعد كلمة specific تقسيم الكتلة تقسيم الكتلة فمثلا هنا عندي specific potential energy فراح يكون إيش؟ راح يكون إيش شباب؟ راح يكون potential energy اللي قلنا نستعمل capital letter P&E تقسيم إيش؟ الكتلة فهذا هو specific potential energy ويرمز إليه يرمز إليه بالحرفين هذا يعني حرفين الخاصية هذه ولكن يكون إيش هنا؟ small يكون small letter فراح نستعمل P&E small letter فراح نقول هنا specific potential energy تساوي potential energy تقسيم الكتلة لو كتبنا هذه المعادلة بطريقة أوضح specific potential energy تساوي potential energy على الكتلة بما أنه potential energy تساوي إيش؟ تساوي M G Z لو قسمناها على الكتلة راح يكون إيش؟ النتيج حاصل G Z زي ما موجود هنا فعيضا تعريف specific potential energy هو G Z طيب بالنسبة الوحدة الأساسية عندنا specific potential energy قلنا تساوي potential energy اللي هي إيش؟ جول على الكتلة اللي هو كيلو جرام وراح تكون الوحدة الأساسية إيش؟ جول على كيلو جرام زي ما مكتوب هنا نفس هذا التعريف راح نأخذه إلى إيش؟ إلى تعريف the specific kinetic energy وراح يكون kinetic energy على الكتلة specific kinetic energy قلنا نفس هادم الحرفين لكن راح يكونوا smart kinetic أو specific kinetic energy تساوي kinetic energy على الكتلة بما أن وحدة الأساسية حق كينيرك energy هي جول الوحدة الأساسية للكتلة هي الكيلو جرام فراح يكون الوحدة الأساسية specific kinetic energy هي جول بار كيلو جرام فلو استعملنا هذه المعادلة راح نلقى specific kinetic energy تساوي kinetic energy على الكتلة وبما أنه كينيرك energy تساوي إيش شباب؟ ما ننسى هنا تساوي نصف الكتلة في السرعة التربيع ما ننسى كينيرك energy نقسمها هنا على الكتلة عشان نتحصل على إيش؟ نتحصل على specific kinetic energy صح؟ فهنا الكتلة مع الكتلة راح تروح تقعد إيش؟ نصف الكتلة أو نصف السرعة التربيع وهذا ما ننسى إيش؟ إنه هذا هو specific kinetic energy أيضا هنا بالنسبة للوحدات فقط نريد الإشارة إلى أنه specific kinetic energy و specific potential energy وحدتهم الأساسية هي جول و كيلو جرام قبل ما نخلص هذه الحصة أود طرح سؤال معين فلو قلت أنه specific kinetic energy وحدتهم الأساسية هي جول و كيلو جرام فهل يمكن تحويل هذه الوحدة باستعمال الوحدات الأساسية للنظام العالمي اللي قلنا يتكون من سبع وحدات أساسية اشتركوا في القناة